بهذا أستاذة هنا نشوف أنه لازم على المواطني الذين يقتنون قطع أرضية أنه يطلب تصنيف تحامع هذا الشخص يقوله أعطيني يشوف كيفاش تصنف هذا واجب لأنه كثير الأشخاص يقعون في هذه المشكلة راح يستخرج رخص البناء فيجد أنه رخصة البناء يقدش يستخرجها فعلا لأنه كيفاش المواطن كي تقول له بلك عن البائع هذا اللي يتحايل عليه يقوله عندي عقد ودفتر عقاري هو كي يقوله عندي عقد ودفتر عقاري المواطن لجهله لهذا الموضوع تصنيف الأراضي هو يحسب بواحد عنده عنده عقد ودفتر عقاري لنقدر نشرع ليه وأنا مطمئن لا ركرح تشري إلا كانت أقرأ أقرأ تعيين إلا كانت أرض فلاحية في الشياع الشياع يجوز تشري أرض فلاحية في الشياع هذا اللبس اللي راه موجود على الساحة ولكن لا يجوز تجزئة الأرض الفلاحية إلا عن طريق ما جاء به تشريع مثال أقل من قطار ما يقبل لكش هو راح يشلل مئتين مترا ويحوس يدخلها في المحيط العمراني ويقر في الاحية يعني في بالك هل يمكن للدولة أنه تدخل لك المئتين مترا تعاكلتا ولا القطار ولا اللي ركب مع الجماعة هذا تحايل يعني لم تقدرونش تفرضوا على الدولة بالطريقة هذه لا أنت يا كي تروح تشريكي طاعت الأرض كان شيئين أولا العقد ملكية الدفتر العقاري السي سيدوز فيها فيها يعني ملاحظة للتصنيف الأرض وكان ثاني روح للمصالح التقنية على المستوى البلدية ويقولهم هل الأرض هذه نقدر نبني فيها ولا لا ترجمة نانسي قنقر